وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة حيث استشهد مواطن بقصف حوتي مسير استهدف منزلا آهلا بالسكان بمنطقة حجر شمال غرب الضالع وأشارت مصادر محلية أن الطائرة مسيرة قصفت بشكل مباشر منزل كانت بجواره سيارة مدنية مما أدى إلى استشهاد سائقها من جانبي قال مصدر في العمليات المشتركة أن المسيرة الطائرة الحوتية استهدفت السيارة المدنية التي كانت توقفة بجوار المنزل بقذيفة هاون عيار 82 ملي وهي مقذوفة تم تطويرها محليا لزيادة القدرة التدميرية إلى ضعف القوات العادية وهو ما يحدث دمارا كبيرا إضافة إلى زيادة مساحة المحيطة للتدمير اشتركوا في القناة